من خرامات بسيطة جدا ممكن نعمل ديكور حلو ممكن نعلقه او نحطه ورابة بالشقة انا كان عندي الشليمو ده جبته من الماركت وبرده كان عندي الحلقة الخشب دي لو مش موجودة عندنا ممكن نستدرها بتارة او ممكن نعملها مسلا بقطعتين كارتون فوق بعض ونلزقهم بنفس الطريقة او نفس السمك بتاع الدايرة دي جبت الشليموهات كده وبدأت ان انا لزقها وراء بعضها كده اه صف وراء بعضه واحدة وراء تانية يكونوا جنب بعض بالزبط وفي نفس الوقت عملتها واحدة طويلة واحدة قصيارة بتراية عشوائية ما يكونش كلهم طول واحد بدأت ان انا لزقهم كده جنب بعض لحد ما بدأت ان انا املى الفراغ بتاع النص الدائرة اللي تحت كله والناس اللي تسألني انا بجيب الخامات بتاعتي دي اتمنين بجيبها من محل الخردوات او بجيبها من الماركت او بجيبها من مكتبة كبيرة يعني على حسب كل حاجة بتبقى موجودة فين بس معظم الحاجات اللي انا باستخدامها بجيبها من محلات الخردوات وبعد كده هبتدي ان انا اقص كل الزيادات اللي موجودة تحت دي في الشليمو اه لو الشليمو مسلا رفاية كده زي بتاعي ممكن مسلا نحط وراء كده اه لزق شكرتون او اي لزق يعني بحيس ان هو يثبت الشليموات كلها جنب بعضها تكون كلها مستوى واحد يعني ما يكونش مسلا في واحد طلع او نازل بعد كده هجيب الاسبري دوت انا كنت جميلة من عند الموين وهبتدي ان انا ارش كل الكلام ده كله زي ما انتو شايفين وكده ودي النتيجة بتاعته وطلع معايا شكله جميل جدا وبدأت ان انا بقى اجيب خيط الخيش ده كموجودة عندي ممكن لو مش موجودة عندكم تستدروا بخيط مكرامية او اي ستراس او ممكن مسلا او ممكن مسلا سبوه سيدة كده برضو شكل لطيف مش هيبقى وحش وهبتدي برضو ان انا اثبت خيط الخيش من جوة كده بمسادس الشمو وهزقه كويس وبردو نفس الخيط ده هبتدي ان احطه على الطارة من بره او على على دايرة الخشب ديات كده من بره بحيس يكون ماتشنج شوية مع بعض وهسيب له مساحة كده من فوق اعلقه منها زي ما انتو شايفين وكده عشان ما اطررش انا مسلا اعمل له حاجة من وره تاني يعلقه منها يبقى الخيط يعني منه فيه وبردو هثبته بمسادس كويس جدا وخاصة الحيط اللي يتعلق منها جيت بقى الزرع الاخضر ده وبدأت ان احطه كده فيه بطريقة بقات ان اوزعه يعني وبعد كده لزقته بالشام بحيس انه يكون ثابت والورد الاصفر ده كان موجود عندي فحطيته برضو فيه عشان يبقى شكرا حالا اشتركوا في القناة